قبل الحرب يعني كنا نطلع الأسطيح من س words في ناس كانتリطحة تقعي الشمام في ناس كانت تحكي مع بعضها من الأساطيح من زمان يعني من مخيم من الأسطوح من الأسطوح وصلح له من المخيم الهلا الأسطوح صار بعني أكثر من سهرة أو أكثر من كشت حمام الأسطوح صار بعني مساحتك اللي بتتحرك فيها مساحتك اللي بتشوف الناس اللي بعيدة فيها السطح كان هو المكان الوحيد اللي بتحسها لك قريبا من السماء تحسها لك بعيدا عن الحصاب السطح هو المكان الوحيد اللي فيك تشوف الناس اللي بعيدة اللي بعيدة عنها 500 متر ما عادل توصلها اللي أنا من السطح بتشوف قاسود بتشوف الشام بتشوف الأماكن اللي فيها أهلاك فيها ناسا تشوف الأماكن دي لك أكثر من سنة ونص ما شفتها الأماكن اللي تعودت عليها برر الشام إلا للناس ضلت اللي بعدها عادة بيضا بيضيطة بصلي ناسا ببطل مخيم لأنه صرنا زي قبال أيام زمان بتترحل بتدور على الماي بتدور على الكهرباء بتدور على الإنترنت من بيت من بيت لبيت يعني بقى الآلال الآلال كتير يطلب بيضيك يعني حتى نحن بقى لبن مخيم حتى وعنا بقى لبن مخيم بروح بعد البيت كل من المين ثلاثة بشتاعل بيتي فما ضع لك لبرة المخيمة أكيد بشتاعلين كتير التعبنين لما سألت نيراز من وين أهلك يا نيراز من فلسطين جاوب بسرعة من قرية علم قضاء طبارية لما رحنا شفناها معرفتي شو أقوله بعدها أقوله من قرية فلسطينية مدمرة يعني شو أقوله أقوله قريتك مش موجودة أقوله صار عليها تطهير عرقي أقوله نزح سكانها بقرار من القادة العرب اللي بدهم يحرروا فلسطين وقتها هو لم دمرت بالكامل يا نيراز بس حسيت إنه أحسن شي ما أقوله شي ولا إشي خليه ضلي تخيلها كيف ما بده كيف ما وصفه له إياها أجداده وخليه يحلم بالعودة لعلم اللي بخياله شو معرفتي؟ عمتني مساعدة شو؟ عمتني مساعدة طب طلعك فيني؟ ام شين مساعدة من شو؟ مشاعدة عن أخواتي أجد سألك مأكلاتي؟ إنه مضارح شو معرفتي؟ شو معرفتي؟ شو معرفتي؟ طيبة الشو بالعم وزعوه بالهيئة فيها لحمة سكب مغفير خيالها طيبة طيبة؟ طيبة ورميحة نعمة نعمة فيها فيها لحمة أنا بتلوح طل شوية لحمة فيها فلفي تلحمة كبتور لحمة خيالها ام هو فيها فلفي تلحمة تعرف نراز أنا يعني عم بحكي معك طول الوقت عم بشوف صورك اللي بتصورها طول الوقت عم بتابع الفيديوهات اللي بتبعتلي إياها وعم بحاول أفحص شو ممكن نعمل في هاي الحكاية ولحتى الآن مش عارف الموضوع كبير في المخيم لإنه الإنسان متطلباته من الحياة أكبر فأنا لسه مش متأكد حتى من موضوع الجوع مش متأكد مع أهميته إنه هذا هو الفكرة اللي بدنا نعمل من هالشي ما بعرف حتى نحن هوات المخيم يعني لما بلشت قصص الجوع هوات من الجوع أنا من الناس اللي أول أربع شيعوها من داونها على فلسطين كنت متنزل بالخبار مع إني واقف كنت واقف موجود يعني حسيت إنه كتير شي عظيم إنه في حدا عم بموت من الجوع قبل الواحد والعشرين هلا هو موت من الجوع مش من الجوع بشكل عام ما هو موت من نقص الغذاء يعني ناس ماتت لأنه ما تحملت نقص السكر ناس ماتت لأنه ما تحملت عنده ضغط عنده كذا إلى آخر فهو رحلة بحث كبيرة موضوع الجوع أوكي خلينا نستمر خلينا نفكر خلينا على اتصال عتواصل واللي بتشوفه مناسب كمان أقولي حبيبي تمام أكيد أكيد يعني نظل أقل الأفكار أكيد أكيد سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين هل نسينا شيئا وراءنا نعم نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فيه تركنا فيك شهداء الذين نوصيتم بهم خيرا وهو جعلات كبيرة مدنية ترجمة الحصول قريب بالتركي آكhigh Polix و check it out انا più الثالث لدي المجلوية عن ذلك هذه المجلوية هناك موضوع قلت أمسا بشيء ممكن يكون المكان على الموضوع المحط لكم تقبير وصفة من الجالب اللي عندكم أنا أكتبت 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 محارف في شرط في المخيم اليعمق حين شرط المصور ونصور صور ونصور فيديو موجود حالياً في الحسار جاعشون نعم الفكرة اللي اللي قطرة اتباعي إنه على الأيل على الأيل يمكن نختار شوية صور من الشرط عن المخيم اليعمق من الحسار نعم بالله عبد الأكل من يوم عملنا تطلق لديوان شاعري لأسير محكم ثلاث مؤفدة والله الأسير محكم ثلاث مؤفدات بشاب يعني ونطلع ديوان جديد فا احتفينا فيه كأنه موجود يعني طيب ممكن تمشي نفس الفكرة يعني فكرة أنه بنعمل سور من المخيم اليعمق بس بدنا نشوف ديوان ديوان هكذا تحرق المترجم للقناة المترجم للقناة مرحبا يا لميز كيف كنتت؟ تمام التمام تمام الحمد لله أشتهت لك انا أحبك بين الحين والآخر اتطمن عليك شو صار معك في قصة قبول الهجرة ولا عدم قبول اللجوء في ألمانيا شو صار معك قبلوك ولا لسه والله لسه ما قبلوني لسه ما ببيع معانتوا جوادي هلأ هن بيطولوا بيعمروا فترة دراسة بيعتبروها مثل قضية وبيعمروا لفترة دراسة فلسه يعني عم بيستمنا لنشوف شو بيطلع معانا هديش لازم تستنع بالما يقولوا اه 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 ما في فترة محددة ما في فترة محددة والألمان بطئين يعني معروفين بردين انتي مقدمة لجوء على أساس ايش يعني هلأ هو على أساس الوضع بسوريا وباعتبار انه نحن الاجئين فلسطينيين فكمان هذا وضع خاص بس انا انا يعني الشي اللي اكتر شي كان كان مزرج بالموضوع انه بس يسقلوك انت من وين فالكل اللي معنى غالبيتر من سوريا يمكنوا من سوريا فقالنا عنو عنو فلسطينية معطيترن الهوية اللي بتعطينا ياها يعني اللاولة السورية مكتوب عليها بطاقة اقامة مؤقتة للعجئين الفلسطينيين فلحالة الموظفة بتحط بلا وضن والصورة فقالنا فقالتل لانا انو انو شي بلا وطن يعني حطيت لانو شي من سوريا شيك انو ليش بلا وطن فقالتل لانو احنا ما في عمنا شي اسمو قلسطين ببساطة يعني فيعني الموضوع كان كتير مزاج وما فيك شو بدك يعني بالنهاية انت لاجئ عندهم لميس من نحف قرية فلسطينية قضاء عكا أحدلت سنة 1948 نحف من أجمل القرى في فلسطين موجودة بين الجليل الأعلى والجليل الأسفل أجمل بكتير من مخيم اليار موكي ألميس وأجمل من أي مدينة ألمانية اللي لو وافقوا لك الألمان على الهجرة وعشتي في ألمانيا مش هتلاقي مدينة أجمل من نحف رح تظل نحف أجمل بكتير بس لميس ما بتعرفها قالولها انت من نحف قضاء عكا وحفظة القسم أكيد شافت صور وقرأت معلومات بس لا كانت فعكا ولا شافت نحف يمهجر ينعود قال السفارو طول يرموك أحمد نود عنه ما نتحول يمهجر ينعود قال السفارو طول وعيهم صديق نراز بيقول بدي أخلي صوت الموسيقى في المخيم أعلى من صوت الرصاص بيجر على عربايته اللي بيانه تابعه اللي وزنه تقريبا 350 كيلو وبوخد مع فرقته وبغنه بالمخيم بالشوارع الفاضي وبين الحدد والدمار قال بدي يونس الناس وبدو ينادي النازحين اللي نزحوا من المخيم يرجعوا وبقول انه ما عنا وطن غير المخيم وخيم اليارموك هو وطننا لازم نرجع له ونتمسك فيه نتمسك باليارموك يعني نتمسك بفلسطين والاتفاقيات اللي بتصير في اليارموك على أساس تحييد المخيم من كل اللي بيصير في سوريا مش عم تجيب نتائج مرة بتدخل مساعداته مرة لا الناس بتحاول ترجع المخيم ومش قادرة تدخل انه المخيم محاصر أبيك المشن الذي كان نزيد آخ نزيد من عطايا كيف تجيب مهاصر كيف تجيب كيف تجيب عن المشن اللي تجب italian التجيب 오마� במעت التجيب السيد click Dr.